بسم الله الرحمن الرحيم نمتاز نمط التدبير الإداري المرتكز على النتائج بمجموعة من المميزات وقوامها المشاركة حيث إن المشاركة تفتح الباب للحصول على معلومات دقيقة ومواكبة للواقع مصادقة لما هو متوفر في الحقيقة مما يمكن ويتيح فرصة التصحيح وفرصة لمواءمة المخطط للواقع وكذلك يفتح الباب للانخراط أكثر للمستفيدين وللعملين حيث إن قرارا يتخذ بمشاورة المعنيين هو قرار يفتح الباب للانخراط أكثر لمن يستفيدون منه حيث إنك إذا أتيت إلى شخص معين بما يفيده ولكن ألغيت شخصيته ألغيت مشاركته فهذا الشيء لا يؤدي نفس الأثر الذي قد يؤديه الاهتمام أو إثبات شخصية المستفيد ولو كان العائد قليلا أقل من العائد الذي سوف يأتي إليه وهو مفروضا عليه لأن الإنسان بطبيعتها يعيش بحرية يرغب في تحقيق ذاته هناك مجال لتدبير المخاطر حيث إن في هذه الحالات تكون المخاطر واقعية وحقيقية وليس مخاطر متوهمة إذن فمرجع إيجابية في هذا النمط إضافة إلى أنه يرتكز على النتائج يرتكز على المشاورة ويرتكز على المشاركة يرتكز على جلب الرأي العام إلى جانب المخطط وجانب المنفذ هذه هي من بين المكاسب المميزات لهذا النمط إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا من من الجديد الذي أتى به هذا النمط لكن له سلبيات شأنه شأن أي فعل إداري أي فعل إنساني له إيجابيات وسلبيات لأن الحقيقة هي أن هذا النمط هو نمط فقط هو مقاربة فقط ينبغي علينا أن لا نراه على شكل مفتاح سحري أو عصا سحرية بمجرد تطبيقه سوف نرتقي إلى المصاف الدول المتقدمة علينا أن نفهم بأنه نمط فقط أكدوا على هذه الحقيقة هو نمط فقط قد يؤدي النتائج الإيجابية وقد لا يؤدي النتائج الإيجابية بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية نتائج سلبية بحسب تطبيقنا له وهذا هو ما يميز الفعل الإنساني بصفة عامة هو توجيهنا له هو الذي يعطيه سيمة السلبية أو سيمة الإيجابية إذن لا علينا أن لا نحكم على أي فعل معين فقط بالنتائج التي حققناها نحن نحكم عليه بشكلين بمنطقين متكاملين قوامه النظري تماسكه النظري وإمكانة تطبيقه تطبيقا حقيقيا هذه مقاربة هذه ملحظة منهجية إضافية أردت أن أشير إليها على أن أشير إلى السلبيات في المقطع اللاحق وشكرا اشتركوا في القناة